بعد نهاية كاس العمل في 2020 صارت الحركة قليلة جدا في دولة قطر من ناحية السياحة ومن ناحية المدخول ومن ناحية العمل فرص العمل صارت غريفة جدا ولهذا قطر تفتح أبواب الهجرة إلى 95 دولار أول حاجة رح نكتب تسجيل في بطاقة هايا ثم نختار اختيار الأول طلب بطاقة هايا بعد ذلك يعني نعمل تقديم الطلب نسبة الأشخاص اللي ما عندهم مش حساب أول حاجة لازم تفتح حساب في بطاقة هايا بعد ذلك تختار طلب بطاقة هايا هنا نختار اللغة أنا نختار اللغة العربية فئة زيارة هايا رح يجيك خمس اختيارات أنا نختار اختيار الأول تصريح دخول سياحي غرض الزيارة عندك اختيارات كثيرة طرفيهي حدث رياضي البحث عن عمل اجتماع حفل الزفاف التسوق العلاج أنا نختار طرفيهي وهنا نقوم بتحميل الصورة تحميل صورة أمامية لجواز السفر رقم جواز السفر تاريخ الميلاد تاريخ الانتهاء الجنس الجنسية بلد اصدار جواز السفر نوع جواز السفر اسم اللاتيني الأول اسم الثاني اسم الأب اسم اللاتيني الثالث اسم اللاتيني الرابع اسم اللاتيني الأخير يعني لقب العائلة التحقق من المستخدم بلد الميلاد بلد الإقامة هل لديك جنسية أخرى نعم أو لا مكان الإقامة العائلة والأصدقاء أو مكان إقامة آخر يعني تختار أحد الخيارين معلومات للتواصل رقم الهاتف الخاص بك اسم جهة الاتصال عند الطوارع تحط رقم أحد أشخاص من العائلة هاتف جهة الاتصال عند الطوارع هذا الرقم الثاني مرجعة وإرسال وتنتظر الإجابة في الإيميل حتى إذا ما كنتش حاب تعمل فيزا سياحية القطر فقط نعملها تجربة وانتظر الإجابة ترجمة نانسي قنقر